الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا هتكلم معاكم اليوم عن فضائل وفوائد الصدقة الصدقة اللي هي إحنا بنطلعها اللي هي صدقة التطوع بنطلعها في أي وقت مش الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة أنا هتكلم عن الصدقة اللي إحنا ممكن نقرجها في أي وقت أولا الصدقة هي بتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى كمان إنها بتمح الخطيئة لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وهي وقاية من النار لقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر يعني أقل حاجة بتقبل المتصدق بيكون في ظل صدقته سبحان الله إلى يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم كل مريء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يقضى بين الناس اللي هو يوم الحساب يوم القيامة ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يبقى صدقة السر أفضل لكن يجوز صدقة العلن في أشياء كتير إن في الصدقة دواء للأمراض البدنية لقوله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وفيها دواء للأمراض القلبية فيه رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي قصوة قلبه فقال له إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم الصدقة بتدفع أنواع من البلاء كثيرة كمان إن العبد إنما يصل حقيقة البر بالصدقة لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون المنفق بيدعو له الملائكة ملك الملائكة بتجي يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول للآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا صاحب الصدقة ربنا سبحان الله بيبركله في ماله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال كمان صاحب المال اللي تصدق الله سبحانه وتعالى بتكون بتنفعه لنفسه فبيقول وما تنفقه من خير فلأنفسكم إن الله سبحانه وتعالى بيضاعف للمتصدق أجره إن المصدقين والمصدقات وأقراض الله قررا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وقوله تعالى من ذا الذي يقرد الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وسبحان الله اللي هو المتصدق له باب في الجنة باسم باب الصدقة اسم باب الصدقة فسبحان الله زيما يعني الجنة أبواب ففيه باب الريان مثلا للصائم وفيه باب الصدقة المتصدق وهكذا إن الصدقة لو اجتمعت يوم القيامة يعني إن الصدقة في يوم لو اجتمعت مع واحد صائم واتبع الجنازة وعاد المريض في يوم واحد بتوجب له الجنة زي الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قالوا من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر رضي العنه أنا قال فمن تبع منكم يوم جنازة اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في مريء إلا دخل الجنة كمان بيكون فيها انشراح السر وراح القلب وطمأنينة لقوله تعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون أن المنفق لو كان من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني الحسد مشروع فحكتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار فهنا ممكن نقول يا بختكو هنا يجوز الحسد أن العبد موفم بالعهد الذي بينه وبين الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه الصدقة برهان برهان على صدقه يعني لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان الصدقة بالطهر المال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوسط تجار يقول يا معشرى التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف التجار بيعود يحلفه فشوبوه بالصدقة وأفضل الصدقات التي تكون الصدقة المخفية أن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والصدقة بالطهر الإنسان يا جماعة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كمان إذن الصدقة هي تبسمك في وجه آخيك صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الصدقة التي تكون بعد أداء الواجب لقول ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو لا صدقة إلا عن ظهر غنى وخير الصدقة ظهر غنى مع السلام